اختتمت فعاليات مهرجان الفحيص في دورته الثلاثين والتي أقيمت هذا العام تحت عنوان الأردن تاريخ وحضارة وقد حمل المهرجان الذي رعاه وزير السياحة والأثار نايف الفائز مندوبا عن سمو الأمير الحسن بن طلال بحضور عدد كبير من رجالات الدولة والمسؤولين رسالة يبرز من خلالها إرثى الأردن الثقافي والتراثي والفن والغناء حيث عكس المهرجان وجه الأردن الحضاري للعالم كله كما صلت الضوء على رجالاته الذين حملوا على أكتافهم هم الوطن فكرم عددا من الشخصيات الوطنية تقديرا لما قدموه من إنجازات في خدمة الأردن وشارك في إحياء الحفلات على مسرح مهرجان الفحيص الرئيسي نجوم الغناء الأردني والعربي